جدل طويل في الإعلام ثقير في مدلولاته هو حديث الساسة الجدد في العراق بخصوص انتشار القوات الأمريكية هناك وكذلك يكشف من زاوية أخرى شطار الطبقة السياسية إلى معسكرين إما إلى طهران أو إلى واشنطن تتضارب تصريحات المعسكرين لكنها تلتقي عند الحديث بالعبارات الجاذبة شعبيا ورمزيات وطنية فيقول النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي إن الولايات المتحدة تحاول إرباك الوضع الأمني في البلاد كما أنها تتذرع بذلك لإبقاء القوات الأمريكية في قواعدها المنتشرة بالمحافظات وكأن الولايات المتحدة تحتاج إذنا من أحد لإبقاء قواتها في العراق على الواتر ذاته تحدث عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي عن تحركات مريبة للقوات الأمريكية داخل العراق مؤكدا أن تحالفي الفتح وسائر يعتزمان استصدار قانون إخراج تلك القوات من العراق بعد استجواب عبد المهدي وعدد من القيادات الأمنية في البرلمان قريبا توغل أكثر في الملف يقود إلى صفوف النظام الحاكم في العراق ويستحضر الكثيرون حقيقة مفادها أن القوات المطالبة بإخراجها اليوم هي ذاتها التي أتت بحكام البلاد الجدد وهي ذاتها من مهد للقوات الحكومية ومن في ركابها من الميليشيات استعادة المدن من تنظيم الدولة قبل أكثر من عام وما افتراق الطرفين إلا على اقتسام النفوذ واقتسام النفوذ قد يتحول في طرف من نهار إلى صراع مفتوح في ساحة الصراع الأهم بين الولايات المتحدة وإيران العراق كما وصفه النائب السابق أزة شابندر الذي أكد أن هناك صراعا حقيقيا بين واشنطن وطهران في العراق لافتا إلى أن غياب العراق عن مؤتمر وارشو أحد من عطفات هذا الصراع وإذ لا يعرف مسار محدد للخطين الأمريكي والإيراني لكن المؤكد بالفعل أن أي تقاطع بينهما لن يكون العراق بمنأ عنه